ظاهرة غريبة عرفتها في الآوينة الأخيرة مئات من طوائف النحل في بعض مناطق المغرب القلق تزايد وسط العديد من المختصين ومربي النحل الذين اشتكوا من انهيار مفاجئ لطوائف النحل بشكل غير معهود اليوم احنا امام واحد الكارثة اللي هي كبيرة امام واحد الظاهرة اللي هي غريبة وجديدة في نفس الوقت اللي ادات بنهيار واحد العدد الكبير دي الخلايا دي النحل داخل المنحل دينا بحيث ان احنا في مدة دي الشهر ولا شهر وانس مشات لنا حوالي سبعمائة خالية يعني واحد المجهود واحد الخدمة دينا عشر سنين وعشرين سنة مشات في مدة دي الشهر لكن المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استبعد في تحاليله المخبارية التي اجريت على خلايا النحل فرضية ان يكون مرض ما قد طال المناحل مرجحا ان تعود الاسباب لعوامل طبيعية وبيئية لتوصمنا له ان هذه الظاهرة هي ظاهرة جديدة وعلى اثر التحاليل فقد استبعدت التحاليل المخبارية اللي اخذت على عينات من الخلايا وكذلك من الحضن استبعدت ان يكون هناك مرض ما يصيب خلايا النحل وهو الذي تسبب في حدود هذه الظاهرة وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات قد اعلنت عن اعداد برنامج خاص لدعم مربية النحل المتضررين يشمل تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لدعم المربين لاعادة اعمار خلايا النحل المصابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر